خبر عاجل وردني الآن سيد عقيل أيضا في العمارة في ميسان اختيال عضو التيارة الصدري السيد كرار أبو رغيف في منطقة حي المعلمين القديم وسط ميسان شنو السالفة؟ اختيار السيد كرار أبو رغيف قبل قليل حصل قبل قليل اختيار السيد كرار أبو رغيف في منطقة حي المعلمين القديم وسط ميسان شدي يصير بميسان؟ يعني هذا الجنونة وواقعة الإختيار حصلت ورسالة يقوم المجرمون بإصالها للحكومة المركزية ولزيارة دولة رئيس الوزراء وإلى زيارة اليوم كل الأجهزة الأمنية والحكومة حاضرة في محاضرة الإنسان معالي دولة رئيس الوزراء اليوم موجود السيد وزير الداخلية، السيد وزير الدفاع مدير مكافحة الإرهاب، باقي المفاصل الأمنية كل هاليوم اجتمعت محاضرة الإنسان ورغم ذلك تحصل جريمة السيال في داخل المحافظة اليوم الكل مهدد في المحافظة الجهات السياسية والقضاء والمحامون والمتقفون والتجار وأصحاب النفوذ كل شخص بمحاضرة ميسان اليوم مهدد إذن أستاذ عقيل نرحب بك ثانية في ظل شعور الجميع بالتهديد كما تفضلت هل تتوقعون اتخاذ إجراءات صارمة تقابل حجم التهديدات والكارثة الحاصلة في ميسان؟ يعني لتالما كنتم متخوفين من مسألة اتخاذ الإجراءات التشكيلية والترقيعية ليس أكثر؟ طبعا مع شديد الأساس أنا أعتقد وأرى أن الأجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والحكومة المركزية والحكومة المحلية في محافظة ميسان لا تتلام ولا تتناسب وحجم الخطورة التي تعيشها المحافظة اليوم محافظة ميسان ممكن أن تكون منكوبة أمنيا جراعم الاختيال لا يوجد لها رادع جراعم التصوية التي تحصل في محافظة ميسان سواء كانت عشاعرية وسواء كانت أمنية وسواء كانت سياسية لا تتناسب الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والحكومة المركزية مع حجم الكارثة التي تحضي محافظة ميسان